أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هدف الطغاة قتل المؤمنين والمؤمنات في كل زمان ومكان يحاول الإنسان أن يتصلف على أخيه الإنسان وتكريما من الله للإنسان أرسل له الرسل ليعرفوه بالله فيتحرر من العبودية لغير الله فيعيش حراً ولذلك كلنا يسمع الخطيب يوم الجمعة إذا كنتم من المصلين يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن إيش أنهم ضاء وينهى عن الفحشاء ما قبح من الفعل والقول والمنكر ما تنكره العقول السليمة والبغي تجاوز الحدود فلا يرضى الله تبارك وتعالى أن يبغي إنسان على إنسان فالطغاة حتى يتسلطوا على الناس يقتلون ويسفقون الدماء كما يحصل الآن لماذا نقتل نحن في سوريا لماذا أخرجنا من ذيارنا وأموالنا من أجل سيدة زينة من أجل يقاتل اليهود اخرب بيتهم على هدجر على الكزيم كل ما يجري الآن في سوريا المستفيد الوحيد منه اليهود لأنهم بقدر ما يقتلون ويخررون في بلدنا يؤخروننا عن قتال اليهود الذي يعلم اليهود أن المؤمنين سيقاتلونهم حتى لا نكون من المؤمنين ونكون من الضالين فربنا تبارك وتعالى في سورة البروج يبين لنا أن هدف الطغاة قتل المؤمنين والمؤمنات يقول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير روى الإمام أحمد مثل دين صحيح عن صهيب الرومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر متبهوا يا إخواني ما في متصلف على الناس تصلف عليه إلا أن يكون بيده سلطة قوة تعزيب قتل الضرب أو بيده شيء من الشعوز ومن الباطل ومن الأفكار التي يزعم أنه من أجلها يريد أن يحققها فيتصلط على الناس لا أقول له ما تصلط عليكم لا من أجلهم فالساحر المشعوز الذي اعتمد عليه المتصلف هو الذي يدعم حكمه كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وكبرت سني وحضر أجلي يعني اقترب بوتي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر بعت لي شاب حتى علم السحر يساعدك في حكم الناس فدفع إليه غلاما كان يعلمه الساحر السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب الراهب أي على دين النصارى هذا قبل يعني بعد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فهذا الراهب مؤمن بالله ويطيع الله ويذكر الله ويدعو الناس إلى طاعة الله ولكن مع الأسف كلهم ما يدين مع الملك ما حد يرد عليه مثل ما الناس ما يدين مع الأسد نقول لهم يا جماعة يطيع الله إيه عم يطيع الله شيء عم يساوي ما في شيء ما خلونا نصلي إيه يعطيه الله عافية خلونا نصلي كانوا ما خلونا نصلي بعد حتى نعرف حالنا أنه استعبدونا وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب هو مرر في الطريق مر على الراهب جلس إليه يستمع فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه نحوه يعني خطته طريقته وكلامه وكان إذا أتى الساحرة الغلام لما يروح لعند الساحر ضربه الساحر يضربه وقال له ما حبسك ما حبسك ليش تأخرت هو جلس عند الساحر شوي يتعلم يسمع قال له ما حبسك ما يرد عليه فيضربه وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشك ذلك إلى الراهب قال له الراهب بتروح لهم وضربوني بروح لهم وضربوني وأنا بريد أسمع منك ماذا أفعل فقال له الراهب إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي يعني أهل منتي أهل ديني حبسوني أخروني فهذاك بظن حبسوا أهله يعني تأخر عند أهله في البيت وإذا أراد أهلك أن يضربوك بسألوه ليش تأخرت لماذا تأخرت فإذا أرادوا أن يضربوك فقل حبسني الساحر يعني تأخرت عن هذا الساحر يسحر بغير قلوب الناس وغير عقوله وموجههم إلى الله قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس دابة هائلة حبست الناس ما هو يستطيع يمره جارس في الطريق المعدد يتقتله فلا يستطيعون أن يجوزوا أن يمروا من الطريق فقال الغلام يعبرون عن الساحر والراهب تعلم السحر والراهب تعلم من الدين فقال الغلام اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله لا أتبع الراهب وإذا كان أمر الساحر حتى أتبع الساحر أترك الراهب قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك إن كان أمر الراهب أحب إليك إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس وألقى عليها الحجر ورماها فقتلها ماذا ومضى الناس من شهر هذا الغلام دابة عظيمة ما حسن يستطيع أحد يقترب منها ولا يضربها ولا يؤذيها هذا حجر وصل لعنده وماتت بالحجر فأخبر الراهبة بذلك قال له قلت إذا كان أمر راهب يا ربي إذا كان أمر راهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة فضربتها بالحجر فماتت فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني يعني أنت بطاعتك لله وتعرفك عن الله أفضل مني وإنك ستبتلى تبه يا إخوان الدنيا دار ارتلاء وإنك ستبتلى يعني ستختبر فإن ابتليت أعزبوك مشان دينك فإن ابتليت فلا تدل علي ما تقول له أنا تعلمت شيء من على الراهب فكان الغلام يبرئ الأكمهة والأبرص إذا واحد ولدان أعمى أو ماله بصار يسمي الله ويدعي له يطيب يصر له عيون يشوف وسائر الأدواء ويشفيهم بإذن الله وكان للملك جليس فعمية جليس يعني بجلس مع الملك وسندي بحكي له أشياء سره عمي هذا الجليس أبقى يشوف أبدا فسمع به سمع بالغلام أنه بشفيه فأتاه بهدايا كثيرة غني هذا صاحب الملك فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولكما ها هنا أجمع كل هالهدايا إليك بس اشفيني فقال الغلام ما أنا أشفي أحدا أنا ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن فدع الله له فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحوا كان يجلس منه فقال الملك له يا فدان من رد عليك بصراك أنت كنت عمي أما تشوف شي راحة عيونا من رد عليك بصراك فقال الجليس جليس الملك ربي فقال له الملك أنا ما تعرف على هو الرب يعني هو السيد المطاعة فقال أنا قال لا ربي وربك الله ربي وربك الله هو لرجع لبصري قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى يدل على الغلام قال الغلام هو علمني الله وتعالي الله شفاه فبعث الملك إليه فقال الملك للغلام أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص قال وهذه الأدواء قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل أفلا يتدبرون أولا من شف هذا الأعمى قال الله ربي قال أنت شفيته قال لا ربي الذي شفاه فقال أي بني أنا يعني أنا شفيته ما ليه خبر أنا شفيته قال لا ربي وربك الله فأخذه بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب قال من أنت علمتها شي قال له من الراهب كذل العذاب ما عادي طيق مسكين قال له من الراهب فلان علمني فأتي بالراهب فعذبوه ثم جعل المنشار في مفرق رأسه شوف طريقة التعذيب فنشروه حتى انقسم في القتين وبات وقع شقاه على الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك يعني طيع الملك وتتعلم السحر قال الغلام ارجع عن دينك فأباه فبعث به في نفر إلى جبل كذا وكذا كان مرتفع جبل عظيم وقال إذا بلقتم ذروته أمة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فدهده وارجع عن دينه زدته الملك يعني أحب الغلام يرجع على دين الملك بركي تطوّع الناس إله ما بعد الناس عنه ووصولهم بالله فما قتلوا رأسا إنما بعده قال له هددوا فصعدوا به قمة الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وأنا وأنتم نقول اللهم اكفنا هؤلاء الطوات المجرمين من داخل بلادنا ومن خارجها بما شئت يا رب العالمين فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت خلصني بطريقة التي تريدها فدهده أجمعين خرموا فوق قمة الجبل كلهم هو بقي حي فرجع على الملك وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك هدول اللي بعدتم معك وينهم فقال الغلام كفانيهم الله تعالى الله خلصني منهم فبعث به مع نفر في قرقور يعني زورق سفينة صغيرة بسموها زورق قرقور فقال إذا نججتم به البحر دخلوا داخل البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر جدتوا في البحر تعالى فنججوا به في البحر دخلوا البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام إلى الملك فقال الغلام للملك شوف حماق في الملك ظن نفسه إذا أطاعه بصل إلى غرضه مخلص منه هدفه يخلص من الغلام أو هدفه يخلص من مشكلة وهو يعني يؤمن بالله لا فقال الغلام للملك إنك لا تستطيع قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به إذا فعلت الشغل اللي بقولك عليها بتخلص تقتلني طبعا الملك حيثت بزهنه إنه إذا قتله خلاص انتهت مشكلته والغلام ركز خطة ولو مات هو أن يؤمن الناس جميعا ويدخلوا معه الجنة ماذا قال الغلام للملك قال له إن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيدا واحد كل أهل مملكتك تجمعهم في مكان واحد ثم تصطبني في جزع تربطي إلى جزع شجرة وتأخذ سهما من كنانتي من عندي بتأخذ سهم ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني فأخذ سهما من كنانته وأطلقوا عليه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه ومات الغلام ماذا حصل الناس جميعا بيعرفوا المشكلين أنه يريدوا قتله فلم يستطيع قتله لأنه هو ملك إنسان ما هو رب ما هو متصلث على الكون ما هو يفعل بالكون ما يشاء الذي يفعل بالكون ما يشاء هو الله فلما قل له بسم الله رب الغلام أطلق المات من قبل بعثه للبحر بعثه للجبل ما مات فصاح الناس جميعا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام وإن شاء الله إن شاء الله هذا البلاء الذي مر معنا في منطقة الشرق الأوسط في سوريا في قلب الشرق الأوسط هذا الذي مر علينا سيجعلنا نعود إلى الله ونؤمن بالرب الحقيقي فليس ربنا لا الأسد ولا الأحمار ولا النمر ولا كذا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فقصة البروج تبين لنا شرحها هذا الحديث والسماء ذات البروج البروج جمع برج وهو المنازل النجوم في السماء أو منازل الشمس والقمر فيها القمر 28 منزلة وليومين الأخيران في المحاق ما يظهر والسماء ذات البروج واليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود الشاهد والقرآن الذي لا استطيع أحد أن يأتي بمثله فهو شاهد على أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ومشهود أي مشهودا له بأنه نبي الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقتل أصحاب الأخدود وهذا الملك وحاشيته وجماعته وجنوده اللي ملكنا هذا الخنزير أن الخنزير لما أفلس جنوده عموته وبنهزمه ورح جبلنا جنود من روسيا وجنود من إيران وجنود إيران الجنود الإيرانية صناعة اليهودية اسألوا عبدالله بن السبأ اليهودي ورجعوا في التاريخ شوفوا ما سوا ومنين جايدينهم فجاب لعنا جنود حتى يقتلون هذا النار ذات الوقود إذهم عليها قعود الملك وحاشيته جارسين الصدرين وهنا العمال يقتل المسلمين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون قتل المؤمنين والمؤمنات لماذا يقتلونهم ليش وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد لماذا نقمت منا أمريكا العابدة اليهود التي تعتبر أمريكا الصهيونية لماذا نقموا منا لأننا ما نريد عميلهم نريد أن نتحرر منهم ومن عميلهم نريد أن نطيع الله لا نريد أن نطيعه لا نريد أن نكون عبيدا لهم هذه مشكلتنا فيأمرون عميلهم فيقتلنا ثم هم على عدائهم مع روسيا لما انطلبت إسرائيل منهم ذلك أرسلوا إسرائيل نتدياه إلى روسيا فجاءت روسيا تصب علينا حمما وتقتلنا لماذا ماذا نبنا هل آذينا روسيا الخنزيرة هل آذينا أمريكا هل آذينا دول أوروبا هل آذينا النصارى الذين كانوا عندنا ولا زالوا في سوريا هم الذين آذوا كل ذلك إذن ذنبنا أننا نطيع الله سبحانه وتعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وصرح الرئيس الأمريكي وذكرت هذا في حلقة من الحلقات أنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة دينية لقى أخينا نرجع لديننا دولة ولا ما دولة يا مجرم يا عدو الله عدو نفسك نتحرر ديننا الحرية ونسع العزيز إلى ديننا هذا ذنبنا يصبون علينا الحمام ويقتلون الأطفال والنساء كما فعل هؤلاء المجرمون الملك وزبانيته فالله سبحانه وتعالى سينتقم منهم والله على كل شيء شهيد شاهد الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات سيعذبهم الله لأنهم لم يتوبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو قتلوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها